اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنشرح شوية امثلة على ازاي نقرأ الايكو طبعا الحلقة اللي فاتت احنا تكلمنا عن ازاي تقرأ الايكو الاساسيات بتاعتها هسيب لك الرابط بتاعها تحت وكمان هسيب لك الرابط بتاع الموقع اللي فيه القيم الطبيعية للمقاسات بتاعة الايكو اللي احنا بنقسها ودلوقتي ناخد مع بعض بعض الامثلة بشكل سريع كده لبعض تقارير الايكو مثلا الايكو اللي قدامنا ده دلوقتي لما نيجي نشوف اول حاجة المقاسات طبعا البطين الايسر زي ما قلنا المقاس اللي في نهاية الدياستول طالع اتنين وخمسين ملي ميتر والطبيعي هو كتبه لك هنا لحد ستة وخمسين طالع اربعين وهو الطبيعي لحد اربعين دي حاجة اسمها دي حاجة بنستخدمها عشان نحسب بيها بعد كده الايكو중ي killed fraction عموما هي طالع تلاتة وعشرين والطبيعي بتاعها من خمسة وعشرين لخمسة واربعين في المية اللي هي الاجيكو중 fraction طبعا واللي عن طريقها بنحكم عن قوة عضلة القلب طالع ستة واربعين في المية والطبيعي طبعا من خمسين لسبع وسبعين في المية يعني معنى كده ان الاجيكو중 fraction قليل شوية يبقى في مشكلة شوية في قوة عضلة القلب عند هذا الشخص. طالع تمانية ميلي والطبيعي لحد حداشر ميلي. فهو طالع طبيعي. طبيعي. بتاعة طالع تمانية ميلي. برضو الطبيعي لحد حداشر. فده برضو تمام. هنا الديامتر بتاع او 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 24 وهو اي لك الطبيعي من عشرين لتسعة وتلاتين ميلي. هو مش معلق عليها مش كاتبها. كاتب لك الديامتر بتاعه واحد وتلاتين الطبيعي من خمستاشر لاربعين. ده ريشيو كده او نسبة لكن مش موضوعنا وهو مش كاتبها اصلا. وبالمناسبة ده لسيدة لسا والدة قريب. بيتكلم على هنا وبيقول بالمرفولوجي. الشكل بتاعه ايه? يعني مش معلق او يعني طبيعي. طبيعي. مفيش. يعني ايه الاجزاء اللي بتبقى تحت الصمام. يقصد بيها طبعا زي والحاجات دي. ودي نقطة مهمة. دي حاجة كده بنقس بيها عبر هذا الصمام في مراحل مختلفة. حاجة اسمها وبدون دخول في تفاصيل هي مؤشر نعرف بيه ديستوليك ديستفانكشن. لما بنلاقيها معنى كده ان في ديستوليك ديستفانكشن. يعني معنى كده في مشكلة في القلب شوية وقت الديستول. يعني حصل فيه ان نسمكه بقى زيادة. بالموناري فالف نورمل بريكارديام اللي هو الغشاء اللي حول القلب نورمل. كونكلوجين يعني ايه بقى الاستنتاج? نورمل يعني حجم عضلة القلب او البطين الايسر الحجم طبيعي. بس ايه بقى? يعني عضلة القلب دي الناحية الشمال القوة بتاعتها فيها مشكلة شوية. يعني الايسر طبيعي. احنا قلنا دي لو موجودة ان هي كده يبقى في ديستوليك ديستفانكشن وهو ده اللي حاصل. الكلام ده بيشرح برضو شوية ملناش فيه كتير. احنا طبعا مش متخصصين في القلب قوي. لكن الفكرة وده بيشرح ليه ديستوليك ديستفانكشن. يعني في ميتر الرجيرج او ارتجاع في الصمام الميترالي. لكن يعني بسيط او غير مؤثر. كمان في يعني في اورتيك رجيرج ارتجاع في الصمام الاورتي لكنه برضو غير مؤثر. برضو برضو اللي هو بلموناري. الضغط داخل الشريان الرئوي البلموناري طالع تمانية وعشرين مليمتر ميركري. والطبيعي بتاعه ان هو يكون في الحدود دي تمانية وعشرين يزيد خمسة او يقيل لخمسة. في كمان يعني في هنا مشكلة في الحركة بتاعة البطين الايسر في مشكلة في الحركة. لكن المشكلة دي واغده مناطق معينة ولا جلوبل? لا هنا جلوبل. معنى كده ان دي كاردوميوباثي. مش اسكيميا. مش جزء معين او شريان معين اللي تقفل. فجزء واحد من العضلة اللي حصل فيها ايبوكاينازيا. لا ده جلوبل. جلوبل يعني العضلة ككل فيها مشكلة في الحركة. يعني الفواصل اللي ما بين البطينين سلام سليم كويس واللي ما بين القزينين برضو سليم مفيش فيه مشكلة. يعني بيتكلم على اجزاء الاورتة بيقول انه كويس مفيش فيه مشكلة. مفيش حتة ديقة مفيش ديق. مفيش اي كتل ولا جلطات داخل القلب. طبعا. نحن عارفين واللي بنتكلم عنه. زي ما قلنا الغشاء اللي حوالين القلب. يعني مفيش ومفيش مشكلة تانية. وهنا بقى بيقول لك الخلاصة ان الصورة اللي هو شرحها دي. بالجلوبل هيبوكاينازيا في ان العضلة مش بتتحرك بشكل طبيعي. مع البسيط شوية. مع القليل شوية. مع الهيستوري والكلينيكل ان الست دي لسه والدة. فبيقول ان يعني دي حالة من حالات اختلال عضلة القلب اللي بتحصل في بريبارتام اللي هو حول الولادة. ساعات يبقى قبل الولادة مباشرة ساعات بعد الولادة بفترة كصيرة. والبريبارتام كاردوميوباثي دي حاجة مش معروف سببها بشكل واضح. لكن حالات كتير جدا منها بترجع لطبيعتها مع الوقت. وده المسال التاني معنا طبعا ده راجل السن بتاعه تسعة وستين سنة. برضو هنا بيتكلم عن المقاسات بقى اللي المفروض تكون عرفتها. بيتكلم هنا بيقول ان اللي هو الفاصل ما بين البطينين بيقيسه هنا في الدايستول وبيقيسه كمان في السيستول. لكن احنا نعرف ان هو بيتقاس مرة واحدة وخلاص لكن هنا بيقيسه مرتين مرة في الدايستول ومرة في السيستول. الطبيعي ان يكون اقل من واحد سنتي وهو في الحالتين اقل من واحد سنتي زي ما احنا شايفين. ديز الزغيرة دي معناها دياستول. ففي الدايستول تلع اربعة واحد من عشرة سنتي. وهي الطبيعي من اربعة واثنين لخمسة وتمانية من عشرة سنتي يعني هي في الطبيعي او يمكن اقل بحاجة بسيطة جدا ديامتر طالع تلاتة وسبعة وتلاتين من مية والطبيعي من اتنين ونص لاربعة سنتي يعني برضو طبيعي طالع ستة وتمانين من مية سنتي يعني اقل من واحد سنتي وده طبيعي احنا قلنا لحد واحد سنتي وهنا برضو بيقيس البوستيري رول في الدياستول وفي السيستول وفي الحالتين اقل من واحد سنتي يعني طبيعي ليفت اتريام طالع خمسة وتمانية من مية والطبيعي بتاعه من تلاتة لاربعة سنتي يعني الليفت اتريام متضخم شوية الاورتك انيولاس طالع تلاتة واربعة من عشرة سنتي والطبيعي بتاعه يكون من اتنين لتلاتة وواحد من عشرة سنتي يعني برضو الاورتك انيولاس متضخمة او متسعة شوية كمان بتاع العيان ده اربعين في المية يعني قوة عضلة القلب مش بالدرجة الكافية او غير طبيعية قليلة عن الطبيعي الطبيعي من حوالي خمسين او اتنين وخمسين كده لحد سبعين في المية لما نيجي بقى نشوف الكومنت هنا بيعلق على الرزم وبيقول ان العيان ده عنده زي ما قلنا الايكو ممكن يعلق لك عن النقطة دي بعد كده بيتكلم على البطاني الايسر وبيقول يعني المقاسات بتاعة كويسة طبعا هو هنا ممكن يكون غلط بس ما يقصدش طبعا ممكن يكون او لان طبعا هنا بيقول ان اربعين في المية وزي ما قلنا احد طرق الاياسات يعني معنى كده ان في ضعفي في عضلة القلب فهي مش جد ساعة بيبقى في بعض الاخطاء مفيش مشكلة يعني هنحكم على حالة القلب بوقت الدياستول فبيقول ان زي ما قلنا في المثال اللي فات او سرعة اه مرور الدم عبر الصمام حاجة كده طالما موجودة ان هي يبقى معنى كده ان في مثلا ليفت اتريام طبعا زي ما قلنا ليفت اتريام هنا كبير بيعلق على الصمام الميترالي وبيقول ان يعني معناها تغيرات مع الزمن زي كده يعني فيه تغيرات على الصمام الميترالي نظرا لتقدم العمر يعني فيه ارتجاع في هذا الصمام لكنه ميلد بيعلق على الصمام الاورتي وبرضو نفس الكلام كل الحاجات دي زي الحاجات دي بنقول عليها تغيرات مع الزمن يعني يعني فيه ارتجاع بسيط لكنه يعني غير مؤثر حاجة كده اقل من كمان اتكلم على الناحية اليمين من القلب يعني برضو ولو انه هنا ما كتبوش لكن هنا بيشرحوا بيقول ان هو ديليتت الازين الايمن متضخم او حصل فيه اتساع لكن يعني ما فيهاش مشكلة هنا بقى الصمام اللي هو اللي ما بين البطين الايمن والازين الايمن فيه فيه ارتخاء وارتجاع ودركته بقى مودرت تو سيفير يعني درجة متوسطة الى شديدة وفيه ارتفاع في الضغط في الشريان الرئوي اللي هو البلموناري نتيجة هذا مما يدل على انه فعلا شديد طالما الضغط داخل الشريان الرئوي زاد معنى كده ان ده فعلا شديد ولو انه لم يكتب القيمة وما قالش البلموناري ما قالش لكن هو شرح وخلاص جيه هنا يتكلم على حركة عضلة القلب يعني مثلا هل فيه زي اللي كانت في المثال اللي فات ولا فيه او هنا بيتكلم بيقول بيورينا ايه بقى بالايكو ده في مناطق في عضلة القلب مش بتتحرك كويس يعني نقص في الحركة ودول اللي مسؤول عنهم ودول المسؤول عنهم يعني المناطق دي من القلب فيها يعني ضعفة في الحركة مش بتتحرك طبيعي وده يدل برضو على ان فيهم مشاكل الشرايين دي اللي بتغزيهم فيها مشاكل بريكارديام خلاص بقى الغشاء المغلف للقلب يعني كويس وما فيش في اي تجمع لدم او سوائل او يعني يعني مفيش اي كتل ولا جلطات داخل القلب الحواجز اللي بين البطنين والازينين يعني ظاهرين ان هم سلام مفيش فيهم مشاكل الاستنتاج الاخير بقى يعني ان في مشكلة في عضلة القلب في كاردوميوباثي نتيجة الاسكيميا واللي بيدل على الاسكيميا ان في مناطق في عضلة القلب مش بتتحرك بشكل كويس اللي هي الانتيرور والانتروسيبتال انفروسيبتال وانفيرور سيجمينز فدي اسكيميك كاردوميوباثي السبب فيها اسكيميا للشرايين المغزية للقلب ايجيكشن فريكشن اربعين في المية زي ما قلنا يعني مشكلة في القلب وقت الارتخاء لكنها جريد وان لان احنا عارفين ان فيها جريد وان وتو وثري وفور جريد وان يعني اقل درجة الاذين الايسر متضخم زي ما قلنا ارتجاع بسيط في الصمام المايترالي هو طبعا زي ما قلنا في الشرح فوق يعني الصمام اللي هو في ارتجاع ودركته متوسطة او شديدة زي ما قلنا دي اللي هي مع الزمن بقى يعني الايمن متضخم نتيجة برضو يعني في مناطق في القلب مش بتتحرك بشكل كويس يعني زي ما وصفناها هنا عشان تعرف المناطق دي وده المسال التاني وهنا بقى نتكلم عن المسال التالت وعايزين نخلي الكلام بسرعة شوية هنا دي المقاسات بيتكلم على يعني طول العيان ستين بوصة اضرب في اتنين ونص تطلعه بالسنتي معضل ضربات القلب بتاعته وتسعة وتمانين الرزم بتاعه سينس الويت وزن العيان مية وسبعين عويلها انت بقى للكيلو جريم تلاتة وتلاتين يعني معنى كده ان الراجل ده تخين لانه الطبيعي انه ميزتش عن خمسة وعشرين واحد وتمانية من عشرة الضغط بتاعه زي ما هو مكتوب كده المقاسات زي ما قلنا وخلاص انت المفروض عرفت بقى المقاسات كل واحد من دول بيدل على ايه طالع تسعة من عشرة قال لك الطبيعي لحد واحد واحد طبيعي نفس النظام تمانية من عشرة طبيعي دي حاجة جديدة اللي هي كتلة عضلة القلب بتاعت طالع مية اتنين واربعين جرام والطبيعي من تمانية وتمانين لحد ماتين اربعة وعشرين جرام يعني برضو طبيعي ده برضو طالع طبيعي الطبيعي برضو طالع طبيعيه الطالع خمسين في المية ويعني يعتبر طبيعي زي ما قلنا دي حاجة كده بنحسب بيها المهم يعني جايب لك الخلاصة في الاول البطين الايسر كويس حجم كويس وسمك الجدار بتاعه كويس وعضلة القلب بقوتها طبيعيه لكنها بوردرلاين خمسين في المية ده يعني على الحرك يعني في هيبوكينيزيا يعني الحركة فيها مشكلة لكن في منطقة واحدة اللي هي الانفيرورول اللي بيغزيها مين؟ يعني ناحية اليمين البطين الايمن كويس من ناحية الحجم ومن ناحية الوظيفة الصمام الاورتي كويس اتكلم شوية بقى عن شوية الديتيلز لهذه الاستنتاجات ده الايكو يعني بيقولك ان احنا عملنا طبيعي في الحجم لكن القدرة تحته بوردرلاين هي طبيعية لكنها بوردرلاين ده طبيعي زي ما احنا قلنا هو بيشرح كل اللي قلناه انا اعتقد ان كده خلاص الدنيا بدأت توضح يعني في ضعفة في الحركة المنطقة تاعتها في الانفيرورول يعني باقي عضلة القلب بتعمل او بتتحرك بشكل كويس الباقي كل ده طبيعي هو متكلم عنه ومعلق بيقول ان هو طبيعي يعني ده الطبيعي طبيعي بري يعني بري كارديا طبيعي مفيش مشكلة طبيعي 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 وهنا كمان بيديك رسمة كده عن الحتة اللي فيها اسكيميا المنطقة دي اللي هو قال عليها انفيرور هو جابها لك من جميع الاتجاهات هي دي المنطقة اللي فيها هيبو كينيتيك او هيبو كينيزيا او ضعف في الحركة شوية يعني من الاخر الراجل ده ممكن يكون جاله انفيرورول ام اي جاله جلطة اه في الكورونري في الراية كورونري ارتري عمله انفيرورول ام اي او جلطة القلب وتكون هي السبب في هذا الموضوع ويبقى ده مثال اخر ده مثال اخر هنتكلم عنه بسرعة برضو مش هنقول يعني تفاصيل غير بس ان دي كانت بنت السكس بتاعها في ميل بنت وسنها صغير وكانت الشكوى او يعني اسمعنا بالصدفة ميرمر واحنا بنفحصها لقينا ميرمر هي كانت بتشتكل من شست بين لكنه كان ما سكيلوسكيلتال يعني ملوش علاقة بالقلب اصلا لكن بالصدفة واحنا بنفحص لقينا ميرمر لقينا صوت الميرمر على القلب الايهاسات بالنسبة الايهاسات طلعة كلها طبيعي مش هنتكلم عنها بقى عشان احنا قلناها لكن اللي لاحظناه في الفالفز على الميترا الفالف ان في حاجة اسمها موجزيموتاس ثيكننج لقينا في زيادة في السمك شوية في الميترا ليفلتس الجزء اللي هو البوستيرور بتاع هذا الصمام كان فيه ارتخاء برولابس مع ارتجاع بسيط باقي السمامات الاورتك والبالموناري او البالمونيك والاورتة كل ده طالع مفيش فيه اي مشكلة خالص والتشامبرز والفانكشن الباقي كله طالع طبيعي يعني الحاجة الوحيدة اللي كانت في هذا الايكو هو الصمام الميترالي في بنت سنها صغير والشكوى بتاعتها ليس لها علاقة بهذه الاشياء التي وجدت فالكومنت بتاعه يعني ارتخاء في الصمام الميترالي مع ارتجاع بسيط كان فيه تدخم بسيط في لو جينا نبص عليه هنا طالع تلاتة واربعين ميلي وهو الطبيعي بتاعه لحد اربعين ميلي بس لحد اربع سنتي فتدخم بسيط جدا لكن الناحية الشمال البطين الايسر حجمه كويس ووظفته كويسة والخلاصة ان دي طلعت حاجة خاصة بالصمامات ودي حاجة والبنت دي ما كانتش محتاجة علاج غير المتابعة فقط لغير وده مثال اخر واخيرا نبص على المثال ده برضو المقاسات خلاص مش هنتكلم عنها بقى بس الجديد هنا ان هو متكلم على يعني جاي بمقاسات للرايد فنتريكل الرايد فنتريكل بيبقى ليه كزا طريقة كده للمقاس حاجة اسمها بيزل حاجة اسمها ميد حاجة اسمها ديامتر يعني وهو كاتب لك الطبيعي بتاع كل واحد فيهم وكمان حاجة اسمها تابس دي حاجة كده لها علاقة بوظيفة الرايد فنتريكل والطبيعي تكون اقل من ستاشر او سبعتاشر ميلي فهي هنا كبيرة شوية فالكومنت بيقول ان المقاسات بتاعته كويسة لكن في ميلد هايبوكينيتك بيزل وميد انفير وال في شوية هايبوكينيزيا هايبوكينيتك لكن قليلة ميلد حاجة بسيطة في الحركة نورمال فيش فيه مشاكل يعني يقول ان المفونكشو مشاكل خالص ميترال فالف نورمال في بس شوية تريفيا الامر ميترال ريجيرج وفي ايه ريفيرزت اي اي ريشيو اول ما تلاقي ريفيرزت اي اي ريشيو يعني فيه مشكلة في ارتخاء القلب شوية نورمال مفيش فيه اي مشاكل تريكاسبت فالف نورمال مورفوليجي لكن في شوية تريفيا لتريكاسبت ريجيرج يعني فيه ارتجاع بسيط جدا في السمام اللي هو التريكاسبت ويجاب لك الضغط هنا الباسب اللي هو البلموناري تسعة وعشرين مليمتر ميركري والطبيعي زي ما قلنا تمانية وعشرين يزيده خمسة او يقله خمسة فهو كده طبيعي بلموناري فالف طبيعي بريكارديام طبيعي مفيش اللي هو كويسين مفيش فيه مشكلة انفيرور فيناكيفا المقاس كويس يعني لما العيان بيجي اخد نفسه بيحصل كلابس في انفيرور فيناكيفا يعني مفيش فيه مشكلة ايه بقى الاستنتاج يعني الناحية الشمال وعضلة القلب كويسة مفيش فيها اي مشاكل وقوة العضلة ستة وتمينين في المية لكن في يعني بعض الاجزاء فيها مشكلة في الحركة لكنها بسيطة يعني بيقول لك اعمل فحوصات تانية عشان نشوف هذه المشكلة يعني مثلا نشوف العين ده يحتاج نعمل له اسطرة يحتاج نعمل له رسم قلب او نعمل له او اي حاجة تانية عشان نشوف المشكلة دي والسيجمنتس دي فيها مشكلة ولا لا يعني اللي بتغذيها فيها مشكلة ولا لا نعمل فحوصات تانية وده يعني حاجة بسيطة جدا ان القلب لما بيرتخي فيه مشكلة شوية في هذه الوظيفة لكنها يعني بسيطة وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم